موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم إننا الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا أبناء وبنات الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله في حلقتنا اليوم سوف نتناول النص الأول من النصوص المقررة علينا في الفصل الدراسي الثاني بعنوان سفينة نوح طيب تعالوا كده نتناول الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغركون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين سنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بنيا كم معنا ولا تكم مع الكافرين صدق الله العظيم طيب تعالوا نقسم الآيات إلى مجموعة من الآيات الصغيرة كل آيات تحدث عن فكرة معينة أول جزء عندنا وحي الله لسيدنا نوح بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون عندنا الآيات لمعانا وأوحي إلى نوح بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل أرسل سيدنا نوح إلى قومه وكان قومه يعبدون الأصنع فظل سيدنا نوح يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد لمدة تسعمائة وخمسين عاما ألف سنة إلا خمسين يدعو قومه ولم يستجب للتوحيد أو إلى عبادة الله إلا عاية قليل فحزن سيدنا نوح وشاكاهم إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا نوح بأنه يا نوح أخبروا عن طريق الوحي لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يعني لن يؤمن أحد آخر غير هؤلاء الذين آمنوا معك فلا تبتأس أي لا تحزن بما كانوا يفعلون يا نوح طيب وما الأمر الذي أمره الله عز وجل سيدنا نوح اصنع الفلق الفلق معناها السفينة أو السفن تطلق على المفرد والجمع واصنع الفلق بأعيننا ووحينا بأعيننا يعني بحفظنا وبرعايتنا وإرشادنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا كلمة لا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تحدثني عن أمر هؤلاء الكافرين لا تطلب لهم الشفاعة إنهم مغرقون إنهم مغرقون يعني هالكون بالغرق بالطفان وهنا الذين ظلموا هنا معناها الذين قفروا طيب بدا كده شرح بسيط للآيات تعالوا كده نتناول بعض اللغويات كلمة أوحية أوحية أي ألهمة عندما أقول وحي بمعنى إلهام والمراد أخبر عن طريق الوحي طيب فلا تبتأس لا تبتأس معناها لا تحزن والمضاد تفرح أو تسعد بأعيننا بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا لا تخاطبني أي لا تحدثني في أمرهم والمراد لا تطلب لهم العفو أو تشفع لهم فقد صدر أمرنا بهلاكهم وليس هناك شفاعة بعد ذلك الذين ظلموا المراد الكافرين الفلك الفلك هي السفينة وتطلق أيضا على المفرد والجمع وهذه الكلمة مهمة كلمة الفلك تعني السفينة وعندما أيضا أريد أن أعبر عن مجموعة السفن أقول أيضا فلك فتطلق على المفرد والجمع بوحينا كلمة وحي إلهامنا والمراد بأمرنا وجمع وحي وحي وهذه الكلمة أيضا مهمة وحي وحي نفس الكلمات نفس السلاسة أعرف وحي وحي أضع ضمة فوق الواو وكسرة تحت الحاء إنهم مغرقون أي إنهم هالكون بالطوفان ومضاد مغرقون ناجون طيب تعالوا كده نتناول تفسير الآيات بتصرف أخبر الله تعالى نوحا عليه السلام بأنه لن يؤمن من قومه غير الذين آمنوا من قبل فلا يحزن بسبب تجذيبهم واستهزائهم به وأمره أن يصنع سفين ضخمة بعون الله وحفظه وأن لا يطلب العفو للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم لأن أمر الله قد قضى بهلاكهم وسيغرقون بالطوفان لا محالة تعالوا ننتقل لبعض مظاهر الجمال أوحيا إلى نوح كلمة أوحيا هذا الفعل مبني للمجهول وعندما نبني المجهول نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر عندما أقول شرح المعلم الدرس أحذف كلمة المعلم أن أقول شريح الدرس أوحى الله إلى نوح أقول أوحيا إلى نوح تمام لماذا حزب الفاعل؟ طبعا للعلم به وهو الله عز وجل يبقى بني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل وهو الله عز وجل أنه اسلوب مؤكد بأن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أخذناها أيضا وتناولناها قبل ذلك اسلوب القصر اللي هو وسيلته النفي والاستثناء لن وإلا الفعل هنا لن يؤمن من في إلا من قد آمن يبدأ اسلوب قصر وسيلته النفي بلن والاستثناء بإلا يفيد أيضا التخصيص والتوكيد قد آمن قد آمن اسلوب مؤكد بقد والفعل الماضي ليه قلنا الفعل الماضي لأنه قلنا قبل كده أن حرف قد له معنيان يفيد تأكيد والتحقيق إذا جاء بعده فعل ماضي ويفيد الشك إذا جاء بعده فعل مضارع أقول قد حضر الطالب قد حضر أؤكد أنه قد حضر وعندما أستخدم فعل مضارع أقول قد يحضر تفيد الشك لذلك يبقى مؤكد بقد والفعل الماضي لا تبتأس اسلوب نهي أيضا غرضه النصح والإرشاد اصنع الفلك اسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد بأعيننا ووحينا تعبير جميل يدل على رعاية الله وحفظه لسيدنا نوع إنهم مغرقون اسلوب مؤكد بإنه وهو تعليل لما قبله تعليل لما قبله لا تخاطبني لأنهم مغرقون انتهى الأمر يبقى تعليل لما قبله لا تخاطبني في الذين ظلموا لماذا إنهم مغرقون صدر الأمر بهلاكه بأعين لما قبله تعالوا ننتقل إلى الآيات التالية بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا طيب إيه بقى الكلام ده يصنع الفلك سيدنا نوح نفذ أمر الله عز وجل وبدأ ببناء السفينة ولكن عندما كان يبني السفينة كان بعيد عن الأنهار والبحار يبني السفينة بعيد عن البحر أو النهر فهنا تعرض لسخرية قومه الذين لا يؤمنون بوعد الله مر عليه القوم وكلما يمرون عليه يقولون ماذا تصنع بهذه السفينة أين تمشي هذه السفينة يا نوح ستمشي في الرمال وبدأ يتعرض لسخرية قومه ولكن يقين الله لسيدنا نوح ويقين بنصر الله قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون تعالوا نتناول اللغويات سخروا منه بمعنى استهزأوا منه والمضاد احترموا أو وقروا يأتيه بمعنى يصيبه أو يحل به يخزيه معناها يزلوا والمضاد يعزوا ويقرموا ملأ معناها جماعة وتجمع على أملاء عذاب مقيم كلمة عذاب مقيم معناها عذاب دائم والمضاد منقطع عذاب تجمع على أعزبة وعذابات ومعناها عقاب والمضاد نعيم يحل عليه أن ينزل به والمضاد يزول عنه تعالوا نتناول تفسير الآيات بدأ نوح عليه السلام بصلع سفينة وكلما مر به الكافرون من قومه ساخروا منه وقال له ليست هناك أنهار قريبة أو بحار فكيف ستجري هذه السفينة يا نوح فيرد عليهم إن تسخروا مننا اليوم لجهلكم بصدق وعد الله فإن سنسخر منكم عندما تغرقون وتهلكون بالطوفان فسوف تعلمون قريبا من سيعاقب بهذا العذاب تعالوا أتناول بعض مظاهر الجمال كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه ده أسلوب شرط كلما أداة شرط تفيد الاستمرار والتقرار كلما في استمرار وفي تقرار في السخرية طيب ملأ نكرة للتحقير ساخروا منه نتيجة لمقابله عشان ده أسلوب شرط وده جواب الشرط إن تسخروا مننا فإن نسخر كما تسخرون أسلوب توكيد أداة إن وعلاقة الجملة أيضا نتيجة لما قبلها طيب تعالوا نستكمل مظاهر الجمال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي تعبيه يدل على شدة العذاب الذي سينزل بالكافرين وفيه أيضا تهديد ووعيد للكافرين عذاب نكرة للتهويل وأيضا عذاب يخزي وصف عذاب بكلمة يخزي يدل على مدى المهانة والزل الذي سيتعرض له هؤلاء الكافرين عذاب مقيم عذاب يعني دائم لا ينقطع يبدل على استمرار عذاب الكافرين دون انقطع تعالوا ننتقل إلى الفقرة التالية تحقيق وعد الله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين سنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا ولا تكم مع الكافرين طيب إلا حصل بقى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ما معنى التنور؟ التنور هو الفرن يخبز فيه أعطى الله عز وجل إشارة لبدء الطفال حتى يقوم نوح بأن يركب كل ما من أمره الله عز وجل في السفينة ما هذه الإشارة؟ أن يخرج الماء يندفع الماء من داخل الفرن كان هناك قديما فرن يخبز فيه يصنع من الطين عندما يخرج الماء من داخل الفرن هذه علامة إشارة أو إشارة على بدء الطفال طيب حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور أي يندفع من داخل الفرن قلنا احمل فيها من كل زوجين سنين من كل أي من كل أنواع الحيوانات زوجين سنين تمام؟ وطبعا الله عز وجل سخر كل هذه الحيوانات لأمر نوح يعني الأسد زكر وأنسة الألفيل الحصان كل أنواع المخلوقات زكر وأنسة تركب في السفينة عشان دهلاك لكل من على وجه الأرض ثم بعد ذلك عندما ترسوا السفينة يحدث إعمار مرة أخرى للبشرية لذلك لابد من هذا الأمر طيب من كل أي من كل النوع من زكر كل النوع زكر وأنسة وأهلك كل من آمن من أهلك تمام؟ إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول يقصد زوجة سيدنا نوح وابنه لأن زوجته وابنه لم يؤمنوا بسيدنا نوح للأسف زوجته وابنه يبا إلا من سبق عليه القول ومن يحمل أيضا في السفينة كل من آمن وما آمن معه إلا قليل وعندما تبدأ السفينة في التحرك سمي باسم الله نوح وقل وقالوا اركبوا فيها باسم الله مجريها أي سيرها في الماء ومرساها أي وقوفها على الشط إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال يدل على مدى عظمة الموج وارتفاع الموج لأنه هلاك أكيد لكل من على الأرض وكان في معزل بدأ ابنه يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين عاطفة الأبوة سيدنا نوح ينادي ابنه لآخر لحظة عنده أمل في أن يهتدي ابنه للحق يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين دي كده نهاية إيه الآيات تعالوا كده ننتقل إلى اللغويات عندي هنا جاء أمرنا أي نزل عذابنا فارت طنور هنا خرج الماء منه بشدة الطنور هو فرن يخبز فيه وتجمع على تنانير زي دينار دنانير يبقى طنور تنانير سبق عليه القول حكم الله بهلاكه وإغراقه والمراد زوجته وابنه قليل مضادها كثير وتجمع على أقل وقلائل من كل زوجين سنين وفيه نقطة مهمة جدا النطق المنفضلوقه ليس من كل زوجين لا من كل زوجين يعني احمل زوجين من كل هنا زوجين تعرف مفعول به لكن بعض الطلبة لو قالوا من كل زوجين زوجين تعرف مضاف إليه وهذا خطأ من كل زوجين الترتيب احمل زوجين اثنين من كل أي من كل أنواع الحيوانات يبقى هنا زوجين تعرف مفعول به من كل زوجين أي الزكرة والأنسة من كل نوع مجريها أي سيرها والمضاد مرساها كلمتنا مرساها أي مكان وقوفها أو وقوفها على الشاطئ وجمع مرساها مراسيها إن ربي لغفور رحيم غفور يعني كثير المغفرة والمضاد منتقم رحيم أيضا واسع الرحمة وتجمع على رحماء عندي بعد كده نتناول بعض مواطن الجمال حتى إذا جاء أمرنا أمرنا استخدامنا المتكلمين لتعظيم الله عز وجل الله عندما يتحدث عن ذاته الإلهية يقول نحن نحن يتحدث بصغة الجمع هذا للتعظيم احمل فيها من كل زوجين سنين أسلوب أمر غرضوه النصح والإرشاد وما آمن معه إلا قليل ما آمن معه إلا قليل ده أسلوب توكيد بالنافي بما والإستسناء بإلا قلنا أسلوب قصر ما وإلا طيب يؤكد قلة المؤمنين مع سيدنا نوح عليه السلام قال اركبوا فيها أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد مجريها ومرساها بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضع إن ربي لغفور رحيم أسلوب أكد وسيلته إن واللام دل على عظم مغفرة الله ورحمته وغفور ورحيم سوف نتناولها إن شاء الله في دروس القواعد النحوية هذا الفصل الدراسي سيغة مبالغة دل على كسرة الرحمة وكسرة المغفرة غفور رحيم دل على كسرة الرحمة والمغفرة غفور ورحيم قلناها سيغة مبالغة تعالوا تنتقل إلى آيات وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين عندي معزل أي مكان بعيد منعزل والمضاد مجتمع والجامع تجمع على معزل تجري أي تبحر بسرعة والمضاد تتوقف طيب تعالوا نتناول تفسير الآيات وبدأ الطفال وأخذ السفينة تبحر بنوح عليه السلام والمؤمنة في موج عالي كالجبال ودان دانوح ابنه وكان في مكان بعيد منعزل وطلب منه أن يركب معه حتى لا يهلك مع الكافرين وظهر الجمال موج كالجبال تصوير للموج في علوه بالجبال مما يدل على مدى ارتفاع الموج يا بني أسلوب نداء غرضه التنبيه ويوضح مدى حب سيدنا نوح لابنه وإشفاقه عليه اركب معنا أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد ولا تكن مع الكافرين أسلوب نهي غرضه التحذير من عاقبة الكفر كده شباب انتهى شرح وتناول لغويات ومواطن جمال هذا النص تعالوا نتناول بعض التدريبات على النص وأرجو أنتم تشاركوني أثناء الحل من فضلكم فضلوا معنا تعالوا معنا شباب نتناول تدريبات على النص بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سؤال الأول هات مراضف تبتأس لا تبتأس ممتازية تبتأس معناها تحزن طيب عايزين جمع ملأ كلما مر عليه ملأ من قومه ما جمع ملأ ملأ تجمع على أملاق تمام مضاد مغرقون مضاد مغرقون تمام يبقى مغرقون مضادها ناجون يبقى مغرقون بالطفال أكسها ناجون من الطفال تعالوا نتناول السؤال التالي فسر الآيات السابقة بإسلوبك بسم الله الرحمن الرحيم أخبر الله تعالى نوحا عليه السلام بأنه لن يؤمن من قومه غير الذين آمنوا من قبل فلا تحزن يا نوح بما كانوا يفعلون بسبب تجذيبهم واستهزائهم به وأمره أن يصنع سفينة ضخمة بعون الله وحفظه بأعيننا وحفظنا أي برعايتنا بتوجيهنا سفينة ضخمة تحتاج إلى الإرشاد والتوجيه من الله عز وجل وأن لا يطلبوا العفو للذين ظلموا ولا تخاطبني لا تطلبوا العفو للذين ظلموا ظلموا أنفسهم بكفرهم لأنهم مغرقون قد صدر الأمر بهلاكهم بأطفان وسيغرقون لا محالة اسمه للتالي أكمل ما يأتي أوحية بني الفعل لإيه؟ ويه؟ السبب بني الفعل للمجهول طبعا للعلم بالفعل وهو الله عز وجل قلنا قبل كده عندما يحزف الفعل للمجهول إذا كان من الله عز وجل أكيد طبعا للعلم بالفعل أوحية أصل الجملة أوحى الله إلى نوح عندما أبني الفعل للمجهول لا نذكر لفظ الجلالة وأقول أوحية أضم الأول وأكثر ما قبل آخره أوحية بني الفعل المجهول للعلم بالفعل وهو الله عز وجل طيب لا تبتأس ما نوع الإسلوب وما غرضه لا تبتأس ممتازين لا تبتأس أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد طيب عندي هنا إنهم مغرقون أيضا ما نوع الإسلوب وما علاقته بما قبله إنهم مغرقون طبعا سؤال بسيط وسهل إنهم في إنهم يبدأ أسلوب توكيد مؤكد بإن تمام طيب ما علاقت بما قبلها هي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قلنا عشان نحدد العلاقات نعتمد على الفهم وعلى إعمال العقل لا تخاطبني في الذين ظلموا لماذا؟ لأنهم مغرقون لأنهم يبدأ تعليل لما قبلوا صدر الأمر بهلاكهم يبدأ تعليل لما قبله تمام يبدأ تعليل لما قبله كل ما مر عليه ما نوع الإسلوب؟ دي أداة إيه؟ تمام هنا فعل الشرط كل ما مر عليه ملأ من قومه ماذا كانوا يفعلون؟ ساخروا من يبقى كلمة ساخروا منه ده ده جواب الشرط بدا نتيجة لما قبلها كلمة كل ما تفيد التكرار والاستمرار طيب كده حبيبي انتهت تدريباتنا تعالوا كده نستعرض ما تناولناه في هذه الحلقة كده شباب انتهت حلقتنا اليوم قد تناولنا نص سفينة نوح في تفصيلاته وذكرنا ما أمر الله عز وجل به سيدنا نوح أن يصنع سفينة عندما أمره أو أوحي إلى سيدنا نوح بأنه لن يؤمن أحد آخر من قومه لأن انتهى الأمر لمدة تسعمائة وخمسين عاما يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد ولم يؤمن به إلا عدد قليل فحزن نوح فاشتكى إلى ربه عز وجل فأمر الله عز وجل بالهلاك بالطفال فأمره بأن يصنع السفينة ثم ذلك أن يحمل يحمل أو في السفينة كل من آمن ومن كل النوع من المخلوقات الحيوانات زوجين إثنين وإلا من سبق عليه القول اللي هو زوجة نوح وابنه ثم بعد ذلك أعطى إشارة بدء الطفال وهي خروج الماء من الطنور اللي هو الفرن كإشارة لبداية الطفال حتى يقوم سيدنا نوح بتحميل السفينة لأنه هذا بدأت الطفال ثم جاءت الهلاك للكافرين وفي آخر الآيات عطفة الأبوة من سيدنا نوح يدعو ابنه في آخر لحظة يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين لكن العناد والإصرار من الابن كان مصره الهلاك كده حبيبي انتهت حلقتنا اليوم أرجو أن أكون قد أفدتكم إن شاء الله مع حلقة قادمة من حلقات اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته